وقت تم إرسال الكود الخاص باسمك حتقدر تتابع جميع الفقرات الدوائية عن طريق الفيسبوك ميسنجر فبالبداية في عنا نحن هون مجموعة من الخيارات اللي نحن فينا نختارها فإذا نحن نتابع فقرية الغاز الدوائية بنضغط على هذا الزر إذا نتابع فقرية الأنتيبيوتيكس بنضغط هون فقرية الأمثلة الدوائية بنضغط هون أما بالنسبة للأسئلة الدوائية المحلولة فهي موجودة هون بالنسبة للكوزات موجودة هون والخبرات الدوائية العملية موجودة بهذا الزر فعلى حسب أنت شو حابب هلا اليوم أنك أنت تعمل مراجعة أو شو حابب تتعلم فأنت بتضغط الزر اللي بناسبك فمسلا نحن نتابع آخر الأسئلة الدوائية المحلولة فنضغط هون بعدين منشوف أنه الأسئلة تم تصنيفها وترتيبها فبالنسبة للأسئلة 1 إلى 100 كلاتها موجودة هون الأسئلة 101 إلى 200 موجودة هون ومن 201 إلى 260 موجودة هون طبعا آخر الأسئلة اللي نحن نطرحها هيتم تحديثها أول بأول ومثل ما قلنا هاي الفقرة متجددة بحيث أنه تشمل كتير من الإجابات على الأسئلة الدوائية المهمة اللي نحن نطرحها فمثلا أنت تابع الأسئلة من 1 إلى 100 فتضغط هون تقريبا بيحتاج منك وقت متابعة الميت سؤال حوالي ساعة أو ساعة ونص فبتشوف أنت السؤال هون وبتضغط على زر الانسر فبيظهر عندك الجواب بعدين بيطلالك زر نيكست هون لحتى تتابع السؤال اللي بعده وهكذا أوكي لحتى تنتهي أنت كل الميت سؤال بعد ما أنت تنهي هالميت سؤال فيك ترجع فيك ترجع للأعلى وتختار السؤال من 101 إلى 102 أو من 201 إلى 260 وهكذا ففي حال أنت تابعت جميع الأسئلة هاي وخصصت الوقت الكافي لمتابعة الحلول هاي أنت بتكون أبديتد مع آخر الأسئلة نحن عم نطرحها وأكيد كل فترة نحن عم ننزل أسئلة جديدة وخططنا نحن نشارك أكثر من 5000 سؤال دوائي محلول ومهم بواجه الأطباء وصادلة وبيت مختصير عايز صحيح أثناء الممارسة فهالفقرات هاي اللي إحنا يعني خبرناكم عنها أو الأزرار هاي اللي أنا شرحت عنها هي بتظهر بعد إرسال الكود الدائم يلي خصصوا فريقنا إلك وقت أنت تم قبولك معنا ضمن برنامجنا المكسف فبعد ما ترسل الكود برسالة هاتوصلك هالفقرات هاي كلها يأتي أوكي فهذا الشرح كان مبسط ومختصر حول طريقة متابعة حلول الأسئلة الدوائية